اشتركوا في القناة عن جد؟ ايه بكل اسف نشف منجموه وما ضل عندهم انتاج بس ليمان بيك وعمران بيك عم يحاولوا يخبوه هالشي بس هذا وضعهم الدهب اللي عندهم خلص فنصيحتي إلك طالما لسه في مصاري بخزنة بابل تسحب مصرياتك مشان على الأقل تنفد براسمالك وأنا بلاقيلك استثمار مع غيرهم بابل بأي لحظة لحد نهار ورح اتركهم بالخزنة بلكي احتجناهن وهيك فينا بنبدأ فورا الله يوفقك يا عمران مشكور انا سركز وسمعني منيه بابل عم تفلس لازم شوفك هلأ لناخد قرار فورا بنتي انا بدي روح اذا حدا اتصل خبريني ماشي بدي شوف عمران بيك طبعا شو الموضوع لأعطي خبر بتقولي له انه الموضوع عاجل وما بيتأجل بنوب طيب اتفضل لو سمحت ماشي المصاري مصاريك وفيك تسحبهم بالوقت اللي بديك ياه بس انا ما بنصحك لانه ما بتلاقي استثمار احسن يفضل ما تتسرم وانا قررت عمران بيك بدي المصاري هلأ وما تقل لي لبكرة بس صار في عندي فضول ليش مصر تسحب مصرياتك عندي مشروع تاني ولازمني كاش لأدعمه اه كاش كاش ماشي ديما معليش تتصلي على تليفوني ولا ما بعرف وين حطيتو اه ما كان عالطاولة جوه لا بديك تحكي مع عرفان لا انا بدي دقل عمران ها بلكي هلأ بفهم القصة من عمران بيك انا لازم شوفه موسيقى ايلا خانو لا ايلا خانو ممكن تجي ايجيت تفضل ايلا خانو مرحبا اهلين هدول بعتتلك يهون ديلان خانو اه عفهم انا ما بعرف مين ديلان خانو بتكون مرت ابن عمه لسليمان بيك اه اه معشي احميليهون ديما شكرا انا كتير رح خبر سليمان بيك انو ديلان خانو بعتتتون وفي هدول الكارتونتين معهم كمان اه فيهم عسل وقشطة وسجق شغل البيتها اه وقال بقرة بوقت رح يجو يباركولكم اه ماشي شكرا كتير اليك وقلان اه وصل سلام خاص لديلان خانو اي حطا عندك شكرا كتير عزبناك يعطيك العافي شكرا اليك تكرا معيني خاطركون الله معك كتير بتناسبك هالهدايا السرق وباسترمة وزبدة كل اللي بتحبيهم نشان الله يا ديمة مو وقت مسخرتك لانو انا كان ناقصني ارايبه لسليمان انا فيه هو مم خلصة طولي بالك اكيد في عنده ارايبين كتير كانوا بيكره ونعمة رح يطلعوا لك لسه الخالات والعمات وبنات العم كما لا ديمة لا تقوليها افتحي بيكون جاب اللي مخلل هلأ في طرد لآيلة خانو تفضل خير شو القصة اليوم؟ شكرا اليك تكره معينك من مين هاد؟ مو مكتوب شي المهمة تندم بعدين لانك سحبت مصرياتك ان شاء الله شكرا لك لا العفو عمران بيك انت منيح؟ مم شو صاير ليش المستثمر اجا وصحب مصرياته؟ مبين انه في انه بالقصة ورح اعرفها خير ان شاء الله عمران اوه ايلا خانو مرة واحدة زوج حضرتك طلع قبل شوي بعرفه انا جاي احكي معك اه معنات اشتقتيلي وجاية تفضفتيلي تفضلي عم بسمعي هارفان كيف طلع عمران؟ اسف ما فهمت اصدق عرفان كيف طلع؟ ولا كيف هو بعد ما طلع؟ عمران مو وقت اللعب بالحكي عم اسألك كيف طلع وعقوبته عشرين سنة مو واضح لهلاء عدم كيفية ادل ومنع الحكي وقال ما لقوله بصمات على المصاري يعني هلأ بالنهاية طلعوا كيف مو هذا المهم؟ ليش طلع هو السؤال؟ لانه بدو ينتقم منا عرفان الانتقام اللي يرجعوا هارفان مستحيل يفكر بالانتقام وانتي كان مستحيل حدا يفكر انك تصير مرتس ديمان او انا تصير رب اسره بهالبساطة مع هيك الحياة دايما بتقدر تفاجئنا وحبيبك حاليا عم بيشتغل هو ونعمت شو؟ هو ايجا دغري اخذ منه اهم مناقصة وبعد انتقل على المجمع اللي جنبنا هلأ فيك تجاوبيني عرفان شو رجعوا طيب انتي حكيت معه شي وما توصلته ابدا الحكي ما عرفان الجديد والنقاش معه بهدوء صار ضرب من الخيال صريخ وعيات وضرب هيك اسلوبه صار كيف متوقع يعاملك بعد كل شي سويته يعني وكيف رح يعاملني بعد كل شي سويته فيه انتي حكيت معه شي على التليفون او لدقيته بالصدفة؟ اه لا اصلا انا عرفت اليوم خلاص شكرا انا بصفتي صديق قديم فبنصح هيك تنتبهي لحالك خليك بعيد عنه ولا استيمان بحياته مرح يسامحك امران بيك موجود؟ امران بيك موجود؟ امران بيك موجود؟ طبعا لحظة نلتيب المكان الموتاد الساعة خمسة عرفان عم يحاول يوقعني انشان اغلط بعرف شو رح تعملي ما رح تروحي على الموعد؟ لا ما رح روح طبعا ليش حتى روح اصلا؟ انا اخدت قراري وتزوجت سليمان وهذا الموضوع تسكر وخلص ما بقى بدي دراما ولا بدي لف ودوران ولا بدي مؤامرات ياللي شفتوا لهلأ بكفيني وصلت لهون وما بقى فيني اتحمل اذا فيه اي مجال الاستثمار بيعطي ارباح اكتر من شركة بابين للمناجم فطبيعي ما تستثمروا معناه بس انا بعرف منيح انه ما فيه يعني كل شهر عم تاخدوا ارباحكن ومناقسكن ولا ليرة تفضل عمران بيك معلش لحظة اذا بتريد؟ اه طيب هلأ بيجي بالإذن دا اياها ماشي خد راحتك الشركة زارة حلوها المشروف عمران بيك بتعرف شو اللي صاير تحت؟ شو عم بيصير؟ اي من الايام تحت كل المستثمرين عم بيحكوا نفس الكلام قلبا بالأفلسة والمناجم طبعا نشفوه برأيك شو الموضوع؟ انا بعرف منيح من نشر الإشاعات بيناتن في مستفيد واحد بس وانا اللي بعرفوه انت شغليون شوي والجماعة اللي بمكتبي خلوني نستنوني ما بطول ماشي شوفي؟ عرفان وقعنا بالفخ في مستثمرين كتير هون بدون يسحبوا مصاريون كيف حفرنا هالفخ ما فهمت؟ يعني بيكون نشر إشاعة أصلاً لكل عيونه علينا فإشاعة صغيرة منه ممكن توقعنا فوراً سليمان بيك انت لازم تجي لهون ضروري لازمنا مصاري بسرعة الله ينزع صباحك يا عمران شغلون شوي انت وأنا بلاقي حل انت ماناك مستوعب اللي عم بقوله سليمان بيك يلي جايين يسحبوا المصاري كلهم أغنياء والعلاقة معهن فضيحة كبيرة وخطيرة بكل السوق تعال شوف بعينك قلتلك أنا بحلها ينزع صباحك ما استفدنا شيء أنا رح حاول أمنهم بالكتير لبكرة الصباح فالقصة ما بده توتر وانتو بتعرفوا قديش هالمؤسسة محترمة ومهنية وما في مستثمر من وقت ما اشتغل معنا رح له ليرة واحدة من الربح ولكل جرب ما رح انطر لبكرة بعتذر منك قبل ما أخذ مصري مطالع من هون إذا ما أخذت حسابي من هون للمساء بصير حكي تاني بالعقد مكتوب فينا نسحب مصرياتنا فوراً ما علش تسمعني؟ اليوم شركتنا عم تتعرض لهجمة كبيرة ومنظمة من الافتراءات والشائعات وهذا مجرد فخ نصبوه عداء الشركة وتحديداً شريكنا السابق اللي متأكد انه هو اللي نصبوه فخ ولا مو فخ ما بفهم إذا اليوم ما أخذت نصرياتي رح تتحملوا النتائج لنا أكتر من النصع عناطين وما حدا من المدرائق حكى معنا ما إمتى بدنا ننطر؟ إمتى رح نشوف عمنام بك ما علش ما تعايت إذا سمحت عم دقلوا عالتليفون فضلوا ارتاحوا انتوا شوي وأنا بردلكون خبر عرفا عن قيمة لأيامي هون في مستثمرين كتير بالشركة وكلهم بدون يسحبوا مصرياتهم لقيمة من ننظل ناطرين لحتى نشوف المدير؟ هذا الحكي ما بصير ومو مقبول أبداً أنا هلأ فيني اتصل بالشرطة وبجيبهم عالمكتب عمل اللي بيرايحك مدام، إذا بدك اتصل فيهم ماشي ماشي أيو عرفان، وينك انت؟ مجغول مفاضي ضروري نحكي فوراً عرفان وأنا عملك هلا مجغول نصعه وبشوفك بالحديقة وإذا ما أجيت بشوفك بالسجن من مين هربان؟ ولا من حداً أمد خانه شو عم تعملي مع هذا الزلمة؟ آه، شو نشغل بالك على أمك؟ نيحة يا عمري، شكراً برافو انت من قيمت بتشتغلي مع أعداء ابنك وبتتصوري معهم وبتتغدوا سوا؟ أنا بستعزي إن أمد خانه خل راحتك عود راك أنا عود ما بدي، شو إليك شغل مع هذا الرجال؟ انت لو بتعرف مظبوط عدوك من صديقك ما كنت وقفت جنب عدوة أمك باليوم اللي تزوجة فيه أبوك كنت وقفت جنبي أنا وبس وأبي متل عرفان؟ هاد الزلمة دوقنا المر وأزانة أنا مو حابب إكسر بخاطرك لأنك بتضلي أمي بس قوعيك شوفك معه مرة تاني ظاهر بعد ما أبوك شوي سايرك ورمالك كم عدم استقويت علي دغر نسيت أمك ونسيت حليبك يكون بعلمك إنك من يوم العرس خسرت كل حقوق الإبن عندي إياك مرة ثانية تطلع قدامي وتقلي شو لازم أعمل وشو ما لازم أعمل بععد أمي، خلص روقي لنقعد ونحكي بععد قال المثل ضربوا الشجرة بالفاس قالتلون إيد الفاس من ضلعي والله بحياتي ما حدا وطراسي وقهر قلبي غير ابني اللي جبته على ها الدنيا يا عيب الشوم عليك نعمة خانو، في شي بقدر أعمله يا سليم بيك، أنت فتحت على المطعم بفضلي من اليوم مرايح إذا بلمح، أي حدا ممكن يزعجني هون فرح تكون أنت المسؤول فهمتني؟ ماشيحا ماشيحا عم تهرب مني مو هيك؟ غالبا، ممكن يعني أنا عن جدكي بديت عامل معك ما بعرف يعني هال لأنه أنا مو متعود احكي بمشاعري وافتح قلبي حتى أنه بعد قصة الحادث أنا بصراحة ما توقعت أني ممكن بعد حس بي هالمشاعر فإذا تصرفت بشي طريقة شوشت أفكارك باعتذر والاعتذار ما له لزوم، ما صار شي شو رايك تترك هالحكي هلأ ونرجع لموضوعنا الأساسي؟ شو قصة بابل عرفان؟ عمران كان مرعوب اليوم وعن بيقول أنت ورا الموضوع شو اللي مخبي عني بهذا الخصوص؟ أنا بس نشرت إشاعة بخصوص بابل وبتوقع كل المستثمري راح يدقوا بابكم فكوني مستعدة هايك قلتك؟ لشو استعد؟ أنت ليش عم تتحرك لحالك وما عم تشاورني بنوم؟ عرفان؟ ما تنسأني أنا بصفتك؟ فيه شغلات أنت ما بتعرفي عني هال معناته خبرني لحتى أعرف أنا واثقة فيك ووافة معاك على طول برأيي كمان ما لازم توسقي لهالدرجة أنت ما بتعرفي مين بكون ولا بتعرفي شو ساويت أنت ما عرفتين من هي بس ممكن تشرح لي عرفان لا أفهم؟ بابي لشركة احتيال هرمي وأنا أسسته يا عرفان الله يخليك إلي الحقيقة وبيوضوح ليكني عم قولة؟ أنا بعت المستثمرين وهمني هال وسرعت أحلامن وبعتن وهم وكذبت عليهم أنتك أنت معنا وما حسيتي بهالشي أنا قدامك خداعت كل هدون الناس وكذبت عليكي كمان ماذا؟ إيه؟ بابي لبيخت صار شركة احتيال وأسسها عرفان تونا سايقون شو بدي كلك أكتر؟ تفهمتي شو صار؟ موسيقى عايشة عايشة شوفي ولا شي لا في شو صاير معي ولا شي وأنا منيحة حكيلي شو اللي مدايقك لهي الدرجة لو القصة بتنحل بالحقيق انت بحكيلك خلصت استراحة الغداء تبعي عن إذنك مديرك هون وما حد لاحقك بالدوام رؤي شوفي الليلي مين زعلي كتير صعبة ما أكون حابة خبرك ركام بيك أو أحتفظ بهالشي لنفسي مثلا لشو هالإصرار كله لشو هالضغط كله ما عم بستوعب يمكن لأني حابة بتسأليني كمان من شو مزعوج مثلا ولا ما فينا نتعامل بإنسانية معك حق بعتذر أحكي ما أكلت شو رأيك نأكل شي مع بعض بالأول أنت ما جاوبتني على سؤالي أنت أول ماشي مشكلتي مع أهلي أمي بد أكون جنبة على طول بعد ما اطلقت من أبي ومو قدران أرضي أبي وأمي ولا بأي شكل وما بعرف إذا كتير اللي عم أطلبه أنا بس بدي يشوفوني ويعرفوا شو همومي شو عم يصير معي مو أكتر من هيك عائشة عم تسمعيني؟ عم بسمعك وفهمت شو قلت آسفة إذا شردت حاسح حالي متوترة شوي وبس جبت سيرة أهلك هلأ خلاص ولا شي مو مهم بعتذر عايشة أنا بحياتي ما حكيت بهي الأمور مع حدا ولما أحكي معيك بحس الكلام بيطلع لحاله من تم وأنا حاسة بشعورك والله جد عم تحكي لجواتك وما بدأ غير أنه أهلك يحبوك ويحسوا بهموك بدأك يشوفوك وحقك هالشي وكيف بدي يخليهم يشوفوني؟ صعب ما فينا نعمل شي يعني ما في حدا أعمى أكتر من اللي ما بده يشوف والأفضل تطنش ولا تحرك ساكن وبالنهاية هن يصطفلوا أصدا يخلي كل واحد يدبر أموره لحاله ويصطفلوا الأهل تعجبني حلولة وهلأ دوري مين مزعلة؟ ما حدا معني ما حدا تقصد يزعلني وإذا أنا زعلانة ومقهورة بس سبب نظرتي لهذا الحدا والأمل اللي أنا لحالي بناته موهم ما صار شي يعني ما علش قللك شغلة؟ مين ما يكون هالحدا؟ فهو تافه وما عنده إحساس وما بيستاهل دمعة واحدة من دمعاته مين ما يكون لحالي تحرك بالنcillة موسيقى شو رايحة عالموعد؟ لا راح اتصل برفيقتي لأني مؤدراني قعد بالبيت خاطرك تعينا قعد جو يلا اوكي اهلا وسهلا تفضل مرحبا عفوا من كم شخص؟ اه اتنين اتفضل وهي الطاولة فاضية تمام شكرا اه 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 لخانا اه سليم بيك كيفك؟ الطاولة هاي محجوزة للأسف طيب مو مشكلة بنقعد بهاي الجهة بصراحة وهي الجهة محجوزة وما في ولا طاولة فاضية هو بصراحة ما بعرف شلون بدي يقولها بس ما فينا نستابلك شو عم تقول؟ ما فهمت ايلا شو عم بيصير؟ اه كيف يعني سليم بيك؟ هاي اوامر نعمة خانهم ما؟ طيب خلاص ما تقول شي وتبرر فهمت يلا جانسو خلينا نمشي من هون لعمة شو هالوقاحة؟ والله عن جد عيب عن جد ما بعرف شو بدي يقول جانسو أماني لا تزعلي مني حطيتك بموقف كتير محرج آسفة معلش خلينا نأجل المشوار لأيوم تاني لأنه انتزع مرائي بصراحة ولا يهمك حبيبتي انت شو زنبك؟ إذا هي وقحة وما بتخجل عحالك خلاص نطلع رح أخذ هاي التاكسي طيب ماشي بس لوين؟ آه في عندي مشوار صغير وراح نبالي يلا باي أماني لا تواخذيني ماشي بشوفك فاضي مو بسم الله جاي يبارك لك يا نعمات لا عن جد عملتي إنجاز تاريخي وما استقبلونا بالمطعم برافو ما بعرف شو عملتي وشو قلتي للمدير وبشو هددتي للمسكين مو مشكلة بس برافو عليكي برافو عن جد بس أنا ما هددته هو بكامل إيرادته قرر ما يستقبل حدا مثلك مفو ماشي قد ما بدك تصرفي ببشاعة بيلبق لك وشو ما بدك أعملي تعارفي ليش؟ لإني مستحيل جاري حدا مثلك يعني حتى قد ما حاولت مستحيل أوصل للمستوى تبعيك ماشي وإنت كمان قد ما بدك ساوي أعراس وعملي حفلات وعرضي صورك بالمجلات بس ما تفكري إنه رح تقدر تشيل الصفة اللي بتسبق اسمك شو ما عملتي طبعا صرت العشيقة السابقة بعد ما كنتي عشيقته إنتي مدأكتة من هالحكي؟ أنا عن جد عشيقته مع إنه قريبين سليمان بعمرا ما حبوكي ولا زاروكي ومبلومون طبعا بس لعندي عم يجو ركض على بيت العشيقة والله أصلا كلهم أفاعي لكي إنتي فيكي تاخدي كل شيء عن جد كل شيء إليك كل شيء الشركة إليك العقارات إليك الكافة إليك والمطعم إليك وكل هدول إليك وحده كل شيء بينشرب المصاري قادرة إنه يكون إليك بس أنا بملك شيء بحياتك ما ملكتي بتعرفي شو هو؟ ألبس ليمان ملكي أنا وبس فهمتي؟ إيه خدي قلبه وتهني فيه وعيش بنعيم عواطفه المهترية وزواجك هاد رح ينتهي بس ادعي لربك ما يخلص بالقبر لأنه رح تجوعي بعدها فكرة إنك رح تقضي على زواجي لما تشتغلي مع عرفان وعرفان بتقليله ما ينطرني أكتر من هيك مع شيء أنا وسليمان كتير مبسوطين قالوا نعمة خانون مرتو أجت لعندي وتهجمت علي عيلا؟ شو قالت لك؟ قال هي وزوجك كتير مبسوطين أنت لشو عم تسعى معا؟ أنا ما عم بسعى لشي أبدا نشرب شاي؟ أو بتعرف شغلي؟ خليكم نتعشى مع بعض اعتبر إني أكلت من طبقك وشربت من شايك يا زينال بس ما توقعت هالحكي منك نحنا أكلنا خبز مع بعض سنين طويلة ما بدي هلأ عد الحسنات والشغلات المنيحة اللي عملتها معك بالماضي جاهي عم تطلب مصاري وبدك ياهم فورا ومصر تحكي معي بنفسية وغرور سليمان شو قصتك؟ أنا ما دقيت بابك انت دقيت بابي ايه دقيت؟ وعم قللك انه لازمني يا زينال فورا هالمبلاغ بدك ما تواخذني سليمان بالشروط اللي عم تحكي فيها مستحيل راح نشرب أهوة شوفي؟ والله ما بعرف ما عندي فكرة ما بعرف شو صاير للمستثمرين من الصباح الكل اللي عم يسأل عن عمران باك وبدو نسحبوا مصاريون من الشركة طي بس بقيني أنا شوي وبشي أوكي شوفي بابا وينك؟ تعال على بابي اللي بسرعة ايه عرفت شو صار انت روح من عندك وما تدخل بس الوضع ما بيطمن بابا ماشي راح قول آخر كلام وبعدها بنشي مستعد أعملك خصم خمسة بالمية لمرة واحدة مو أكتر انت بدك تساويلي خصم؟ معقول يا سليمان شو احترق كرامك ولا غرقة سفينتك؟ شو إجاك خبر؟ قلت الكلام اللي عندي فيا أما بتقبله يا أما بترفضه بس اهدوا لو سمحتوا اهدوا شوي شبكون شو مالية ما مالية بصير هذا الحكي؟ وإذا خبرتوا الشرطة شو رح يتغير؟ بيفتحوا تحقيق بشغل الشركة ومنفهم كل شي عمران بيك والقرار عندكم انت وشريكك القديم قلت لنا فيكن تجوا تسحبوا المصاري قيمت ما بدكن وهيك اتفقنا بس انتوا لحد اليوم ما نقص على أي حدا منكم قرش واحد من الربح ماشي وهلأ بدنا مصرياتنا شريكك القديم قال إنه شركتكم عم تفليس وإنه نشفت مناجمكم وأنا هيك رح أقول للشرطة لحظة على مهلك بالعقل يعني هلأ كل هلوقت عم تقبضوا مرابح فيوم واحد يوم واحد عطونا هليوم فرصة مو أكتر عاسفين أنا بدي روح هلأ أشتكي لا خلاص وقفوا وقفوا ما فهمت ليش عم تخلونا نستنى كل هلوقت مو معقول هيك ولا معكم حق خلوني أحكي مع المدير فورا كي حاتي سيدي احترامي الوضع ببابل سيء هيك اكتشفت شكلهم عم بينصبو لازم نمسى شوفك ونحكي بالتفاصيل أكتر هذا إذا ما حدا تصل بالشرطة وانت يشيت ماشي أنا بخبرك أنا عم بقلكم بس يوم واحد بدنا تصبروا علينا بس يوم واحد تفضلي مدام سمعني بتقولي لعم رامبك أنا هلا لازم شوفه تفضلي رتاحي خلينا نضيفك كاسة شاي ليش المالية يعني وليش الشرطة أصلا معقول يا جماعة أنتوا راح تكافؤونا بهالطريقة ليش نحنا بشو ضريناكم أصلا كل هالحكي ما بيفيدك ما حدا قلو جميل علينا وبدنا مصرياتنا طيب خلاص خلاص أنتوا رؤوا شوي وسمعوني لحظة عم بقلكم بس كم يوم مهلة صغيرة والكل بيضل رضيان بوعدكم بس كم يوماشي السلام عليكم يا جماعة أنتوا ليش واقفين برة تفضلوا لهون تفضلوا شرفوا شرفوا تفضلوا يا أهلا وسهلا يا أهلين وسهلين ولو خير إن شاء الله يا جماعة ليش كل هالخوف والألاء أكيد صار في سوق تفاهم بالقصة لأنه بالشغل تبعنا ما منسمح بالغلط أبدا وشو ما كانت مشكلتكم من حلة بالأول يا ريت الكل يهدى ويروق يا بنتي جيبي شاي وقهولة ضيوفنا بسرعة يلا يلا بسرعة يلا ارتاحوا يا جماعة تفضلوا عدو شرفوا روقوا ما في مشكلة إلا وإلى حل حتى الزبائن اللي ما أجوا على الشركة اتصلوا فينا وطلبوا يسحبوا المصاري بالآخر عطوا لكل مصريون وغيروا شروط الاستثمار وشأوا كل العقود الأديمة لا فاضي يعني مهم ومثل ما بتعرف في أي بلد بالعالم في كتير شركات نصب هرامية بس ما بينكشفوا طالما هنن عم بيدفعوا للمشتركين بابل كانت على وشك تنهار بس سليمان اتدخل فوراً وأنقزه بس دفع المصاري لأصحابها وقف الاستثمار ما ضل في جرم ولا تهمي وإنت أصلاً ليش لا تشتغل لوحداك عرفان ما تختبر صبري نحنا مو هيك اتفقنا معاك لا نحنا من الأول هيك اتفقنا أنا وعدت كن ووصلكن لكل رجال المافيا بما فيهم سليمان ولو الخطة تبعي نجحت اليوم كنت رح تعتقلوا سليمان بسبب هاي الشركة ومنكون أخدنا واحد من المطلوبين بس وهلأ شو قل لي شو النتيجة صفر مع هيك أنا وعدتك ورح ننفذ وعدي بدون شك طيب ليش لحتى نصدق وعودك عرفان بشو وعدت وفيت فينا نعرف إذا ما وفيت بوعدك رح ترجع فوراً عالسجن أنا ما رح أرجع عالسجن وبكرة بتشوفوا طالما وعدتكم رح أقوفي بوعدي ايه أحسن لك وما تنسى الوقت عطيناك شهرين بس وراح أسبوع نعمة خانم نطرتني فإذا بتسمحولي أنا لازم أمشي فضل بالإذن ونحن على موادنا لا توخزني سيدي ما قدرت أكشف لعبتهم من الأول مع أنو كانت عم تصير قدام عيوني ايه ما علش ما تزعجي حالك شغلة وصارت وتركيزك كان عغير شي وما حدا توقع عاللي صار مو مشكلة بس عنجا تفاجأني هالزلمة وأخيرا هم بابل انتهى أوه ولي نعمتي أهلين تفضل عود شكرا أنا مستعجل بس ديونك كبرة كتير يا عمران عادي كله بنحل الإنسان لما بيكون في عنده شوية إرادة وشوية حوافز ما في شي بيصعب عليه ما سجلنا قول على العرفان سجلنا هو بالزاوية تسعين كمان ومرمى بابي اللي تسكر بيوشه البروفيسور ما عد رح يلاقي ولا مرمى عنا يصوب عليه أبدا أهلا وسهلا حبيبي شو هالأناقا دي لان خانم محسن زوجة عنا وهلأ حطينا الأكل مين دي لان معقول نسيت قريبينك لأنك معا متشوفون سليمان الصباح بعدول نشبيت غراض قال انت بتحبون وأنا ما لقيتها حلوة عزمتون على العشا هدول نعمة ما كانت تحبون لا محسن ولا مرتو دي لان وبننادر لتشوفون مو مشكلة الصفل بس أنا حبيتهم طيب منيح تعال بقي خمسين من أصل مية وخمسين لو ما رحت لعند المدير وترجيته وقلت له رح يجيني ولد ولساتني قاعد بالأجار ما كنت بقيت بالشغل بعيد الشرية صفوت إذا بتخسر شغلك من تبهدل والله والبيبي مو مطول أيولا شو مزعوجين هلأ طالما ما طلعوك من الشغل محلولة نعم عمران منحكي بعدين عم نتعشها هلأ مشغولة وينو بابا؟ مبارح ما إجا كمان ما قلت لك بابا مشغول بهالفترة بس يخلص شغل بيجي ريان بتحب أنا نيمك اليوم وبقرالك الصح حلوة أنت ما بتقرالي بطريقة حلوة قرالي أنت اليوم ما بتزبط أمي أنا شبعت تسمحيلي إطلاع؟ طيب حبيبي تعال هغير لك اتيابك كملوا عاشا أنتو شيفتي قرار الاستبعاد؟ لك أختك ما وجع قلبه على أبنه الصغير وسحب الشيطان لصفه ياللي عم بتقول عنه الشيطان بيكون أبوه لك يعني قديش أنت وإختك ناكرين للمعروف عن جد؟ فرطه بحدا مثل عرفان؟ لك ما ظل مصيبة وما نزلت على رأسه وهلأ بتكون تحرموا يشوف أبنه؟ العمى؟ من وقت طويل ما التقيت فيه بس إن شاء الله من اليوم ورايح رح نعوض كل اللي راح يا سليمة وبنتعرف على أرايبين مرت أخونا كمان وبنجتمع مع بعض إيه بس أنا ما عندي أرايبين مثل كون عندي إخت وحيدة وعايشة برات البلد للأسف بس من زغري وأنا بحب لمت العيلة على صفرة واحدة وبحلم عيشها التقوص بصراحة فخلونا نجتمع كلما صحة لكون إيه؟ منجتمع حبيبتي أنت أشرب إصبعيك حبيبي منشرب القهوة بالجنينة؟ مو غلط شلت فرشاتي لسفنج المسا مو مشكلة ديما أنا هلأ أبحطنو أنت عملي القهوة يلا حبيبي والله بعد عشرة البومة اللي اسمها نعمت ألا تطلع بوشك يا سليمان ما شاء الله أحلى كنة للعيلة مو ناقصها غير تسمنلة شوي من زوقك مرت أخي هارفان شو عم تعمل هون؟ ليش ما عم تردي على رسائلي؟ أنت شو عم تعمل هون؟ ردي على رسائلي لو سمحتي سليمان بالبيت أنت جنيت عارفان؟ معناته لازم تردي على رسائلي لو سمحتي وما تتجهاليني أبدا ما عارفان روح منوشي يلا بشوفكم بكرة تصبحي على خير تضلوا بخير صهري أكيدنا السيانين شي غرط ما أقولها الحكي يا عيدا؟ هيك بدك يا نا نكمل حياتنا؟ من وراء تصرفاتك يا عارفان لو سمحت تفضل شو قلت لرايان وشو كان تبريرك؟ قلت له الأب بيغلط كمان لأنه بيشوف قدوته دائما فقلت له أبوك غلط هالمرة وعم يدفع تمن غلطه والأمهات بيغلطه كمان ولازم يدفعه تمن غلطته ما قلت له هالشي كمان؟ لأمهات عم يتألموا بما فيه الكفاية ما في داعي أصلا حدا يعاقبه على العليلي خليني يقوله تصبعها خير صر له شي نصا عنا بشم ريحته وبطلح طيب اشتركوا في القناة دعيت بقلبي اليوم شوفك بمنامي يا روحي يا عمري حبيب عمري انت وقلب وروح أبوك بابا اجا حبيبي اليوم من كتر ما اشتقت لشوفك حسيت قلبي نسلق حبيبي بيقوله قلبي احترق لشوفتك يا زاكي انت وانا اليوم اشتقت شوفك وحسيت قلبي نسلق يا روح قلبي حبيبي يلا لشوف كم من نومتك وغمض عيونك ما رح غمضه لأنك بتروح بعد مانا طيب شوف يا زرحك برجع بكرة كمان من هلأ ورايح ما رح غيب عنك ورح ضل جنبك دائما لا تاكلهم رح نبقى مع بعض دائما انا وياك يلا غمض عيونك لا تشوف شغلات حلوة مثل السماء الملياني بنجوم مثل موج البحر الازرق الهادي وشجر الزيتون اللي بتحببه وبوعدك كل هدول بالمستقبل رح نشوفهم مع بعض أنا وإنتي لحالنا يلا غمض عيونك اشتركوا في القناة شكراً عيدا صدقني حاولت حاولت مرق لك الحقيقة لما صابني قلتها بريئة كان عمره تسع شهور طلعت وقتا مشان شوفها لأختي الجو كان بارد كتير يوم مريت على الحديقة وقعدت ساعات طويلة لحالي بعزل برضو أنا عم ببكي وفكر وابكي وفكر وقررت بالآخر بس رجعت وكنت ناوي أنه خبرك ريان قال بابا كان أول مرة بيحكي يوم أنا من فرحتي صرت أبني وما قدرت أقول لك عرفان ما قدرت لأنه كنت رح فرق عن ابنك وهلأ ما تفرقين عن بعض وإنت ما تفرقين عن بعض فيك تجيبوك رائزة بدك إيه بدي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة